ميليشيا الحديق قمت بغصم مستشفى 22 مايو مما أدى إلى حريق هائل في هذا المخزن كان هذا أحد مخازن مستشفى 22 مايو بالحديدة قبل أن تقصفه ميليشيا الحوثي وتحول محتوياته إلى أكوام من رماد تقول المعلومات الميدانية أن الميليشيا استهدفت المستشفى بقذائف المدفعية ما أسفر عن اندلاع حريق هائل التهم الطابق الثاني والثالث للمستشفى وأتلف جميع محتوياته القصف الحوثي حلقة في سلسلة طويلة من خروقات الهدنة المزعومة التي لم تتوقف منذ علان اتفاق السويد نهاية العام الماضي حيث ترصد اللجان الحكومية خروقات شبه يومية وضحايا بالآلاف بالرغم من الإعلان عن استئناف عملية إعادة الانتشار وموافقة الحكومة على عودة الانخراط في هذه العملية إلا أن ميليشيا الحوثي لم تبدي مؤشرا على حسن نواياها تجاه هذا الاستئناف ما يجعل المشهد يبدو ذاهبا باتجاه استمرار التعقيد مثل ما هو عليه منذ سبعة أشهر يؤكد ذلك ما تقوم به الميليشيا في مديريات على طراف محافظة الحديدة ففي منطقة الجبلية تعرضت مزارع المواطنين إلى قصف مكثف من قبل ميليشيا الحوثي ما أدى إلى إصابة مدنيين وخسائر عينية في الممتلكات مديرية حيسيا الأخرى تتعرض لقصف دوري من قبل ميليشيا الحوثي سواء على الثكنات العسكرية أو على منازل المواطنين على حد سواء استمرار الخروقات واستهداف المدنيين يجعل من الحديث عن تنفيذ أي اتفاق في الحديدة قفزا غير منطقي على واقع الحال وجهودا لا تقف على أرضية صلبة غير أمنيات يغرد بها المسؤولون الأمميون بين فترة وآخرى